اشتركوا في القناة وعلى سائر المؤمنين كنا نبحث عن خبر الرسول صلى الله عليه وسلم من أسباب الإلم ثم بين المصنف في إمام الله وهو يوجب الإلم الاستدلالي يعني أن خبر الرسول يوجب الإلم الاستدلالي ثم هنا يبين خصوصية لهذا الإلم الاستدلالي الذي يحصل بخبر الرسول بين سائر الولوم الاستدلالي هو يقول والللم الصابت به اللهم الصابت بالضرورتي البللم صابت به أي بخبر الرسول والللم الصابت بالضرورتي ما هو الألم الصابت بالضرورتي مِثَالُهُ كَالْمَحْصُوسَاتِ وَالْبَدِيهِيَاتِ وَالْمُتَوَاطِرَاتِ كل هذا علوم ثابتة بالضرورات ثم في أي شيء يلاهيه في التيقن والسباط ما معنى التيقن والسباط تيقن أي عدم احتمال النقيل فهذا علم الاستدلالي شأنه أن يحتمل النقيل علم الاستدلالي ماذا شأنه أن يحتمل النقيل لكن هذا علم الاستدلالي الحاسل بقبل الرسول لا يحتمل النقيل ثم والسباط ثابت معنى أي عدم احتمال الزوال خبره علم الاستدلالي يحتمل الزوال لكن وهذا علم الاستدلالي الحاسل بخبر الرسول لا يحتمل الزوال بتشكيك المشككين فهو علم بمعنى الاعتقاد المطابق الجازم السابت فهذا علم ما معناه لو لم يزل بتشكيك المشككي ولا يحتمل النقيل ما معنى الالم الللم بمعنى الاعتقاد الاعتقاد المطابق للواقع الجازم والسابت وإلا لكان جهلاً أو لناً أو تقليداً يعني لو لم يكن معنى الالمي الاعتقاد المطابق الجازم السابت فإذا ذكر هنا ثلاثة من القيود في الاعتقاد اعتقاد متابق جازم ثابت ايضاً ذكر فائدت هذه القيود ايف هذا وإن لم يكن الاعتقاد متابقاً جازماً جازماً ثابتاً لكان جهلاً متى يكون جهلاً بندواء المطابقات يعتقاد لكن لم يتابق هذا جهلاً ثم لو لم يكن جازماً بندفاء الجزم يكون لنن ثم أو تقليداً متى يكون تقليداً بندفاء السبات الثابت تكرى السابت بندفاء السبات يكون تقليداً فإذا ينبغي أن يكون مطابقاً جازماً ثابتاً لأن لا يكون الللم بمعنى هذه الأنواع الثلاثة يعني لأن لا يكون الللم جاهلاً أو لنن أو تقليداً ثم هناك بعض الاعتراضات فإن قيل هذا إنما يكون في المتواتر فقد فيرجع إلى القسم الأولي يعني هذا التيقن والثبات مثل العلم الثابت بالضرورة وهذا يكون في خبر الرسول المتواتر فقط لا يكون في أخبار لاحادي من أخبار الرسول لو كان هكذا فيرجع إلى القسم الأولي من خبر الرسول يقولنا الكلام فيما علم أنه خبر الرسول بأن سمع من فيه أو تواتر عنه ذلك أو بغير ذلك إنم كان فإذا ماذا الكلام؟ أي كلام وهو يفيد الللم الاستدلالي والللم الاستدلالي الحاصل بخبر الرسول يضاهل للم الثابت بالضرورة بالتيقن والثبات فهذا أي علم فيما علمه أنه خبر الرسول كيف علم أنه خبر الرسول بأن سمع من فيه يعني صحابي سمع هذا الخبر من فمن رسول صلى الله عليه وسلم الشريف أو تواتر عنه ذلك أو تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ذلك الخبر أو بغير ذلك كيف هذا كيف يعلم أنه خبر الرسول ذكر له ثلاثة رائق أن يسمع من فيه أو تواتر عنه ذلك أو بغير ذلك ما هو يعني الطريق الثالث الذي عبر عنه بقوله بغير ذلك مثلاً كالإلهام إن أمكانا لو كان هذا الإلهام ممكناً بدون أي شبهة نعم ثم وعمى خبر الواحد فإنما لم يفيد الللم لعرول الشبهة في كونه خبر الرسول نعم هذا خبر الواحد الأخبار الأخبار لا تفيد الللم بل تفيد لن لماذا؟ لعرول الشبهة في كونه خبر الرسول يعني هذه الشبهة عرولت في كونه خبر الرسول لعدم تواتر السند بهذا الخبر بل يكونوا سند طريق واحدة وطريقان أو ثلاثة واربعها قد فقط ما هو محصول هذا الإراد محصول هذا الإراد كما ذكره عسام الدين رحمه الله اللول محصول الإراد اللول أن إفادة خبر الرسول الللم إنما هو المتواتر فلا يصح عد خبر الرسول مطلقا من نسبابه وذلك المتواتر يرجو إلى القسم الأول ويندرج تحته فلا يصح عد المتواتر منه قسما من الخبر الصادقي قصيما للخبر المتواتري هكذا يعني الليراد ولو بني الأمر على عدم التدقيق النظري كما هو دعوب المشايخ وعدم ملاحظة رجوع خبر الرسول إلى المتواتر فلا يصح جعله موجبا للعلم الاستدلالي يعني ممكن يجاب عن هذا الليراد أن هذا مبني على دعوب المشايخ من عدم ملاحظة رجوع خبر الرسول إلى المتواتر هكذا فلا يصح جعله موجبا للعلم الاستدلالي عندئذ النيراد آخر فمحصول الجواب أن الكلام فيما علم أنه خبر الرسول لا في خبر الرسول مطلقا فما علم لا ينحزر في الخبر المتواتري بل لو سمع من فمن نبي صلى الله عليه وسلم ماذا ليس خبر متواتر مع ذلك هذا السامع علما وعيقا أنه خبر الرسول صلى الله عليه وسلم فمضمونه علم وكذلك هو استدلالي ومع ذلك هو يضاهي للمثابة بالضرورة وهذا واقع هذا النوو واقع للشهابت ثم نوو أن آخر هو ممكن هذا هو الذي ذكر ثالثا أو بغير ذلك إنم كانا أمثلا مثله بعد الشراء بالإلهام ثم بعده إراد ثاني فإذا كان متواترا ومسموعا في رسول الله عليه السلام كان الحاسل به ضروريا كما هو حكوم السائر المتواترا والحسيات لاستدلاليا فإذا لو ذكرنا هذا الجواب فمن هذا الجواب نشأ إراد آخر فإذا كان متواترا أو مسموعا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا إراد ناشي من الجواب الماضي كان الللم الحاسل به ضروريا لا يكون استدلاليا كما في المتواترات الأخرى والأخبار الحسيات هكذا قلنا الللم الضروري وإن في المتواتر يعني الرسول هو الللم بكون خبر الرسول عليه الصلاة والسلام هذا هو الللم في المتواتر لأن هذا المعنى هو الذي تواترت الأخبار به وفي المسموع من في رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إدراك كل ألف وكونها كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هذا إدراك كل ألف هو تصور وكونها كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا تصور أما الإلم بكونه خبر الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا تصديق الأول إدراك تصوري هو إدراك الألفاظ هو إدراك تصوري يحصل للنفس بمجرد السمعي هكذا ذكر الكستلي ثم وكونها كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الثاني هو إدراك تصديقي لحس البصر البصر يدرك هذا لحس البصر مدخل فيه أيضا هذا إدراك تصديقي هذا هو الفرق بين يعني إدراك أين ننفره هو إدراك كل ألفاظ وكونها كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستدلالي هو الللم بمضمونه يعني هذا هو الللم الضروري في المتواتر يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هو الللم بكوني خبر الرسول هذا أمر تصديقي ثم والذي سمع من فيه هناك أمراني أمر تصوري وكذلك تصديقي بالمتواتر تصديقي فقط كلاهما يعني ضروري ثم الاستدلالي هو الللم بمضمونه وثبوط مضلوله هذا هو الاستدلالي الذي ذكرنا الخبر خبر الرسول يوجب الللم الاستدلالي يعني يوجب الللم الاستدلالي بمضمون هذا الخبر هذا هو مثلا قوله عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من ننكر البينة على المدعي واليمين على من ننكر يعني اليمين على الخصن لدفع ثبوط الحق عليه هكذا ثم علم بالتواتر أنه خبر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا مروي متواتر لذلك علم أن هذا خبر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ضروري حيث ثبت بالتواتر ثم علم منه أنه يجب أن تكون البينة على المدعي يجب على المدعي بعد دعواه رجل يدعي عند القال يقدم عند القال دعوا بثبوط حق له على آخر لو ادعى هكذا فهو مدعي فيجب عليه البينة على دعواه وهذا أمر استدلالي نعم هذا علم استدلالي هذا الوجوب نعم هذا هو مضمون هذا الخبر ثم إراد آخر الخبر الصادق المفيد للعلم لا ينحسر في النوعين نعم هذا فإنضي إلى هذا الإراد على ما على التقسيم وحسر الخبر الصادق في النوعين الخبر المتواطر وخبر الرسول هكذا حسر الخبر الصادق على نوعين هذا إشكال إراد عليه يعني إرادان آخران يرجعان إلى قول المسنف إلى بحث المسنف عن خبر الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا يرجع إلى ما قبله فإن غلا الخبر الصادق المفيد للمعلم بل قد يكون الخبر الله تعالى أو خبر الملك أو خبر آهل الإجماع أو الخبر المقرون بما يرفعه اعتمال الكذب لو كان مع الخبر قرينة تزيل اعتمال الكذب في هذا الخبر وهو أيضا يفيد للمعلم كذلك خبر الله تعالى يفيد للمعلم لا شك خبر الملك أيضا كذلك خبر آهل الإجماع أيضا عكذا أنواع كثيرة ثم لما حسر المسنف في النوع الغبر الصادق قرينة هذا كالخبر بقدوم زيد عند تسارع قومه إلى داره قوم زيد يتسارعون إلى بيته إلى داره فسول هؤلاء القوم لماذا تتسارعون إلى بيته فقالوا قدم زيد من زفر أو بعد غيبوبة وهكذا أو بعد فقدان فإذن هذا يفيد لهذا الخبر يفيد للمعلم بسبب مقارنته هذه القرينة فإذا وجه الحسر يجيب به المعشار يقول المراد بالخبر خبر يكون سببا لعلم لعامة الخلق بمجرد كونه خبر هذا الذي أعراض المسنف المراد بالخبر خبر يكون سببا للم لعامة الخلق بمجرد كونه خبرا ومعنا بمجرد كونه خبرا ما قطر عن القرائن المفيدة لليقينين بدلالة العقل هذه قرائن مفيدة لليقين كيف بدلالة العقل لا ينظر إليه فخبر الله تعالى وخبر الملك ملك إنما يكون مفيدا لللم بالنسبة إلى عامة الخلق إذا وصل إليه من جهة الرسول عليه السلام هذا خبر الله تعالى وكذلك خبر الملك يفيد الللم لعامة الخلق متى يفيد لو وصل إليهم بنا من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم فحكمه حكم خبر الرسول فعناه فحكم فخبر الله تعالى وخبر الملك كلاهما داخلان في قسم خبر الرسول لماذا فهذا الخبران خبر الله وخبر الملك لا يفيدان للمال عامة الخلق بمجرد كونه خبر بل وحذا يفيد لو وصل إليهم من جهة الرسول صلى الله عليه سلم وإلا لا يعلم هذا خبر الله تعالى وخبر الملك لو أخبر رسول أن هذا خبر الله أو هذا خبر الملك يثبت إلا لا يثبت ثم ذكرا في الإراد نوع خبر آهل الجماع والجواب عنه خبر آهل الجماع في حكم المتواتر خبر آهل الجماع في حكم المتواتر فإذن هو داخل يعني خبر الله وخبر الملك داخل يعني في خبر الرسول ثم خبر المتواتر خبر آهل الجماع في حكم المتواتر لذلك هو داخل فيه لأنه كذلك في كونه خبر قوم يحكم العقل بصدقهم هذا هو وجه المشابهة العقل يحكم بصدق آهل الجماع كما يحكم العقل في الخبر المتواتر بصدقه لكن فرق بينهما كيف كما يذكر الخيال لكن من المجتهدون من عسر وآهد هكذا ثم لو كان هذا الخبر كذلك فهو صادق يفيد للماء هكذا يجب أن نظره أما في المتواتر يفيد بالبداعات هكذا نعف ثم وقد وقد يجاب خبره خبره وَقَدْ وَأَسْلَهُ حَسْرَ نقرأ فيما بعد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر